وما أغسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحي بكم في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر الفضيل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح العمال والترحيب موصول بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان المالك حياكم الله وأنت أخي حياك الله وحيا الله إخواننا المساعدين لنا في إخراج هذا البرنامج وحيا الله إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات ونسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا مبارك وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على ما يقربنا منه وينفع إخواننا وأخواتنا اللهم آمين وأذكركم بجوان البرنامج للتواصل 05-01-78-5536 على بركة الله نبدأ هذه الحلقة معالي الشيخ بما سأل عن هذه الآية قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى حاميم هذه حروف مقطعة أحسن شيء أن نقول الله أعلم بمراده بها وربما يفهم منها أن القرآن مكون من هذه الحروف وأنكم ستعجزون أن تأتوا بمثلة هو مثل كلامكم وحروف الحروفكم لكنكم لن تجتمعوا لن تصلوا أن تأتوا بمثله قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا حاميم والكتاب المبين يحلف ربنا جل وعلا بالقرآن الكريم وفيه شرف للقرآن إذا حلف الله بشيء فيه تشريف الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذا القرآن الكريم نزل من الله تعالى من السماء من الكتاب المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة مباركة سبحان الله والله تعالى قال ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ومنها قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فالقرآن نزل في شهر رمضان ونزل في ليلة القدر ونزل في هذه الليلة المباركة اللي هي ليلة القدر إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم هذه الليلة فيها يفرق الله تعالى ينزل فيها أعمال العباد والأقدار لمدة سنة تنسق من اللوحة المحفوظ إلى الكتاب الذي في السماء الدنيا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق يفصل ويبين في هذه السنة ويأخذ مثل الآن الميزانية ولا لها المثال الأعلى مثل الميزانية الآن الميزانية تنزل ميزانية السنة ثم يوزع على كل ناس هذا الله المواصلات وهذا الله أهل التعليم فرب العالمين ينزلها ويفرقها على المخلوقات فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم فهذه الآيات في بيان فضل القرآن وفي بيان أنه أنزل في ليلة القدر وفي بيان وفضل ليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي جعل الله تعالى قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر تدري يا شيخ خل كم ألف شهر من سنة ثلاث وثمانين سنة واربعة أشهر يعني من قام ليلة القدر وكتب له قيامها كأنما أعطي عمر جديد ثلاث وثمانين سنة هذه نعمة يا إخواني نعمة عظيمة جدا لا يجوز لعاقل يا إخواني أن يفرط فيها والله لا يجوز والله يا أحبابي لو تذوقنا لذة العبادة ما فرطنا فيها نعم أحسن الله إليكم نعود إلى اتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات معنى بشرة من الرياضة تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا عندي سؤال طيب السؤال أنا كل ما حملت توفى أطفال في البطن أو بعد الولادة واحد بالبطن واحد ثلين توفى بعد الولادة أيوة أي شوفي يا أختي العلم تقدم تقدم أعرف أنا وحدة كانت إذا جاء لها مولود هي الحبل هذا الشوكي يخنقه عرفت وعرفوها وعالجوها والحمد لله ثاني وأيضا فيه امرأة ثانية الله أنه يقل الماء عندها فالآن الطب تقدم لكني إحذري إحذري تروحي لهذا الدجالين في حريم من دجالات تقول معك قرين هو اللي يكتل الطفل ولده جنيني هو ما هو بغيث تجي هذا قرين هذا خبيث هذا من الجن هذا من الشياطين يا إخواني والله هذا الآن نترك العلم الحديث اللي فيها طباء مسلمين وطبيبات مسلمات من عياننا يخافون الله ويكشفون على الجنين بالسنار من أول ما يعلى لين يولد يعرفون حالته ووضعه ويعدهم في دراسات فلابد يا بنتي إن أنا أخذ بالعلم ونترك هؤلاء العجايز اللي ما عندهن إلا بس ترى في قرين ترى في الشيطان أنت في في جسمه في رحمة عين في رحمة عين والله ما ما يظهر لتسولد وانت وبعدين عادلت قالت فيها عين وشافوا أنها يعني خلاص طاعت قالوا العين ذي من مرة المرة ذي تراها قصيرة وتراها يعطونها أوصاف وحدة من قرابتهم بينها وبينها مشاكل خلاص سيصير مرة كلام واضح خلاص هذه نعرفها هذه إخت مرتبوي جاهزين ينصبون المدافع للشسمة وهذا يا إخواني والله يعني الناس يتركون العلم المؤسس ويروحون يتبعون هؤلاء اللي قال الله فيهم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين كهنة اللي يجيهم الشياطين علمونهم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم أفاك كثير الكذب أثيم كثير الإذم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون صحيح يا جماعة يصيبون أحيانا لكن أكثر شوالهم كذب في كذب فأنا أنصحت يا بنتي الله وفق الله وفق وأرجو كل من سمعني الآن يدعو لها اللهم ارزقها أولادا من رحمها اللهم يسر ولادتها آمين اللهم اللهم يسر علاجها عند من ينفعها آمين نعم جزال شكرا يا أخت بشرة وننتقل إلى اتصال آخر معنا أحمد من أبها تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزك الله يا شيخ عبدالله نعم رجل عمري تجاوز الستين نعم هي الآن تقريبا 47 سنة ونعاني من الصراح نعم وأتداوى منه لكن عندما تجيني النوبات أجلس في غيبوبة إلى 12 ساعة 14 ساعة فأنا سوال يا جزاك الله خير أنا الحج نفسي ومنية أني أحج أبو حج لكني ما ني قادر وخير ما عليك ذنب يا أخ أحمد لكن لو تهندس لك هندسة ترتب لك حج تشوف لك واحد من جماعة عنده شقة في مكة أو أنت تستاجر شقة عرفت يا طويل العمر الحج وتروح هناك وتجلس في مكة تروح العرفة عرفت يا طويل العمر وتخرج من عرفة تمر بس مزدلفة وترى خلاص الحج إذا أتيت عرفة وانتهيت منها ومرت على مزدلفة ترى حجك تام بالنسبة هذه تسقط عنك إذا أنت خائف عرفت تسقط عنك مثل هذه الأشياء ويصبح مقامك في شقةك في مكة كافي إن فعلت هذا فأرجو الله تعالى أنه يعني يقبل منك ويزيل لك الطريق وتحج إن شاء الله وتشهد مع المسلمين عرفة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة الحج عرفة نعم أحسن الله إليكم نعود إلى الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج هذا يقول ماذا يشرع عند محاذاة الحجر الأسود وماذا يشرع عند محاذاة الركن اليماني يشرع عند محاذاة الحجر الأسود التقبيل بس ما ينوى أنه إن التقبيل خلاص أنا يمكن لي الآن والله أعلم يعني كم سنة ما قبلت إلا في مرة واحدة كان في ظروف معينة وقبل وإلا يا إخواني ما بالإنسان مزاحم يروح يحصل مثل ما قال شاي بن عندنا يقول اللي بيزاحم الناس ويروح للحجر ويؤذي الناس ثم يطلع من الحجر هذا مثل واحد سقطت منه عشرة ريال في البير وقام يصيح يقول يا جماعة الخير من اللي بيجيب العشرة وأعطيهم يا الله أشتبيه بالعشرة خلاص يروح أحفظ بيك أحفظ بيك أي نعم فهذا يا إخواني مثل الذي يفعل فعل ولكنه لا يصل إليه إلا وقد خسر أكثر مما يجني فنحن نقول يا إخواني إذا ما تستطيع التقبيل وهذا الظن من تؤشر نعم الله أكبر وإن أردت أن تقول في الأولى بسم الله والله أكبر طيب الله أكبر وكلما مريت تقول الله أكبر وبين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا عن الحجر الأسود أما الركن اليماني فإن استطعت أن تمسحه طيب وإن ما استطعت ما استطعت تمسحه فلا يعني لا يشرع لك الإشارة عندنا في المذهب الحنبلي وبعض المذهب وعند الشافعي لا يشرع له وأن يشير نعم أحسن الله إليكم ومع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله أهلاً وسهلاً بكم مجدداً ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق الشيخ عبد الله هذا يسأله يقول جئت من خارج المملكة العربية السعودية لأداء العمرة والحمد لله اعتمرت عن نفسي يقول هل يجوز لي أداء العمرة عن والدي حيث إنه لا يستطيع أداءها نعم يجوز لك أن تؤدي العمرة عن والدك لكن إن كنت بتطول فبعد عشرة أيام خمسة عشر يوم ستبقى في السعودية مثل بعض الناس الآن اللي يجلس خمسة عشر يوم يجلس منها أسبوع في جسمه في مكة وأسبوع في المدينة إن كان ما يشق عليك تخلي العمرة عند رجوعك من مكة وإن كان يشق فخذ عمره لأن الخلاف فيها ما هو الخلاف ضعيف الحمد نعم نعم من الأسئلة أيضا بارك الله فيكم يقول ما حكم من أحرم بعد مجاوزته للميقات إذا كان الإحرام في الطائرة والمجاوزة مثلا دقيقة دقيقتين ترى الأمر في السهل جميل وخصوصا يا إخواني إذا كان الإنسان لابس الحرام ومستعد ومجهز النفسه أنا أقول إذا كان مجهز النفسه ما يلحق الشيء الحمد لله ما يلحق الشيء حتى لو نام وبعدين لما جاء عند نزول الطيارة نادوا واستيقظ ما على شيء لأن الرجال متجهز أو الحاج هذا معتمر متجهز فإن شاء الله ما على شيء أما إذا كان إخواني على الأرض من الميقات فيلاحظ أن الميقات مهو بركزة جلم يعني الميقات مثل السيل يمتد تقريبا ثلاثة أو خمسة كيلو مثل الآن الأحياء عندنا في الشفاء إذا أجي للشفاء الشفاء عندنا الآن حوالي سبعة كيلو صحيح يعني إذا قلنا مثلا حي الملز في الرياض سمت كيلو حرموا مثلا من حي الملز فالمسألة ميب يعني ميب نقطة فقط دقيقة ما دام أن هذا يسمى قرن المنازل فأنت أحرمت من قرن المنازل نعم نعم يا شيخ هذا يسأل يقول هل يجوز أن أصلي مع الإمام وأخرج قبل الوتر لأني أصلي الوتر في البيت هو يجوز لكنه ليس من الأفضل ليس من الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم كانت سادسة فلم يقم بنا فلما كانت الخامسة قال 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 بنا هذا شطر الليل قلنا يا رسول الله قام بنا وقال هذا شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة لو زبت الله معا يحبوني زيادة لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ولهذا نقول يا إخواني اللي صل مع الإمام الأفضل له أن يبقى معه حتى ينتهي وله حالتان الحالة الأولى أن يقوم فياركع بعد سلام الإمام ركعة تجعل وطره مثنى ما يصير أوتر الحالة الثانية أن يذهب إلى بيته ويصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وطراني في ليلة نعم أحسن الله ليكم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة يقول هذا ماذا يلزم تقول ماذا يلزم من جاءها العذر أثناء العمرة في الطواف أو السعي من جاءها العذر في الطواف لا ينعقد يعني لا تتم عمرتها حتى ترجع وتطفر وتطوف من جاءها العذر في الطواف أما من جاءها العذر في السعي فإن الطواف السعي لا يشترط له الطهارة يعني تسعى تتحفظ وتسعى ولا يشترط للسعي الطهارة طافت الحمد لله سليمة سعت سعي تام ولا يشترط له الطهارة لأن المسعى يا إخواني كان قديما بعيد عن الحرام بعيد عن المسجد خارج كان فيه دكاكين وكان فيه بيع وشراء وكان خارج مثل مزدلفة وعرفات لكن الآن دخل في المسجد الآن دخل في المسجد وبقي له حكمه فيبقى أنها إذا حاضت قبل السعي تسعى تسعى وليس عليها شيء ثم تقصر وتنتهي عمرتها فيه السؤال يا شيخ خالد سم عندنا بعض الشباب الله يصلحهم ويبالت فيهم موسوسين يعني لا راحوا بدهم في الطوافج الشيطان وسوس موسوسهم أنه انتقضوا وضوءه فهمت هذا يا إخواني الموسوس لا يرجع يجاهد الشيطان لا يصدقه رب يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوة في حديث ذكر فيه أظن البيان والتحصيل فقه الإمام مالك يأتي الشيطان إلى أحدكم فيفسوا بين إليتي يحس بحرارة بين الأرداف هذه كلها فسوس الشيطان نعم لا يصدقها ولا يقبلها نعم نعم بارك الله فيكم و أثابكم الله هذا يقول نوينا الذهاب للعمرة بالطائرة نعم ولبسنا الإحرام ولكن لم نستطع الذهاب بسبب مشكلة في الحجز خارجه عن إرادتنا فهل علينا شيء هم لم يحرموا بعد هم نوى الذهاب للعمرة و إذا يعني مروا على المقات أحرموا فهم الآن مشكلتهم جاءت في المطار قبل أن يحرموا فليس عليهم شيء و نرجو الله تعالى يبارك في مساعيهم و هيّهيئ لهم عمرة مناسبة عاجلة نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة يقول السائل أحرمنا من الميقات و معي العائلة و الأطفال و عند وصول الحرم خشينا أو خشينا من الزحام على الأطفال ثم تركناهم في الفندق و ذهبنا إلى العمرة هل يلزمنا شيء؟ رفض الأطفال للإحرام يجوز إن شاء الله يجوز إن شاء الله و قد سمعنا أن الشيخ بن عثيمين يجيز رفض الأطفال للإحرام و الشيخ بن باد و الحنفية يجوزون عموما إذا حصل للإنسان شيء أن يرفض أن يرفض الإحرام فإذ مثل هذه الحالة الآن هؤلاء الآن لما ذهبوا وجدوا أن دخول الأطفال الحرم شاق و أن الحرم مزدحم فتركوا رفضوا إحرام الأطفال إن شاء الله ليس عليهم شيء نعم نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة يقول السائل من دخل مكة غير محرم و نوى العمر فمن أين يحرم؟ هو إذا كان من الهاربين في الحج وغيره ما نقول له نقول له لا لازم تحرم المقات و لازم تمشي على النظام و لا يجوز يا إخواني إن الإنسان يخالف الأنظمة يخالف الأنظمة أغلب اللي يخالفون الأنظمة أو أستطيع أن أقول مئة بالمئة منهم كلهم جد حجة و قضوا الفرض يعني أغلبهم أو كلهم قد قضوا فروضهم فلذلك نقول لهم أنتم الآن خالفتم و يعني ولي الأمر نظم هذه الأمور لمصلحة الحج والعمرة و لا يجوز لكم يا إخواني أن تخالفوا هذه الأنظمة التي وضعت للمصلحة نعم جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة و بارك الله فيك وأنت أخي جزاك الله خيرا و جزا الله إخوانك القائمين على هذا البرنامج خيرا و جزا الله إخواننا و أخواتنا الذين استمعوا لنا في هذا البرنامج و أستودع الله دينكم و أمانتكم و خواتيم أعمالكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أيها الإخوة و الأخوات إلى هنا و نات إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى و من خلالها أجاب عن أسئلتكم مع علي الشيخ الدكتور عبد الله بمحمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء و المستشار في الدوان الملكي جزا الله الشيخ الرجزاء و نسأل الله سبحانه و تعالى أن ينفعنا بما سمعنا و أن يتقبل منا و منكم الصيام و القيام و صالح الأعمال نلقاكم على خير بإذن الله تعالى و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و ما أغسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون